الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فبلا مقدمات لماذا يمنع النقاب قرار مفاجئ بمنع الفتيات من ارتداء النقاب في المدارس وهو الأمر الذي يتسبب دوما في إشعال الخلافات وتفجير التوترات بين جميع الأطراف كافة من المؤيدين والمعترضين فبعضهم أثنى على هذا القرار آملين أن تطال هذه القرارات مستقبلا الحجاب أو غطاء رأس المرأة بينما يرى أخرون أنها حرب على القيم والمجتمع بل وعلى الدين ويطالبون بالتراجع عنها فيما يرى فريق ثالث أنه لا ينبغي أساسا التدخل في نوعية ملابس الفتيات فلهم حرية الاختيار وليس من حق أي مؤسسة أن تتدخل في مستوى الاحتشام الذي يريده ولي الأمر لابنته مدامت تلتزم بمواصفات الزي المدرسي من اللون وخلافه هذا يخرج من أي مخالفة للقواعد المتخصصة في هذا الشأ والسؤال لماذا اقتصر المنع على النقاب ولم يشر من قريب أو بعيد إلى ملابس أخرى لا تناسب أبدا أي مرحلة من مراحل التعليم لماذا أصبح النقاب منكرا والتبرج فضيلة وحرية ما هو الجرم الفادح الذي ارتكبته المنتقبة الشريفة العثيف وما الذي دفع المعارضون للنقاب إلى رميه عن قوس واحدة والانزعاج من التشاره وسن التشريعات الوضعية والأرضية للحد منه لماذا برزت هذه القضية دون غيرها الآن وكأنه لم تبقى لدينا مشاكل سوى مشكلة النقاب وأنا هنا لست بصدد الحديث عن مشروعية النقاب أو استحبابه أو وجوبه ولا أن أناقش من يرون النقاب فريضة ولا من يرونه فضيلة وقد بينت ذلك بفضل الله تفصيلا على شاشة قناة الرحمة المباركة وإنما المقصود أن أشير فقط إلى أصله الشرعي الذي جلت عليه النصوص القرآنية والنبوية والتي لا جوز لمن يجهالها أن ينكر وجودها بل هي موجودة ومن أراد أن يتعرف على هذه الأدلة من القرآن والسنة وأن يقف على حكم النقاب وآراء أهل العلم فيه فعليه أن يراجع أقوال سلف الأمة وأن يراجع أقوال إمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم سلفا وخلفا إلى من هذا فالمسألة يا إخواني وأخواتي تتجاوز حد الخلاف الفقهي في حكم النقاب وليست خلافا مع عبادة خفية أو سلوك شخصي إنما خلافهم مع المظهر الإسلامي المميز للهوية الإسلامية وعلى أي حال مهما تنوعت الأغراض والدوافع من الناحية الشرعية فلا خلافة على وجوب ستر المرأة جسدها وشعرها وجيبها بلباس غير شفاف ولا ضيق يصف أعضاء جسدها هذا الحكم الذي ذكرته العام له أجلة لا تحصى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أذكر منه على سبيل المثال فقط للحص أذكر قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك فقط كلا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى يعرفن فليؤذين وكان الله غفورا رحيم وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا مظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتين أو أبنائهن أو أبناء بعولتين أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يضروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بل وقال تعالى آمرا الصحابة وهم أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء وآمرا أمهات المؤمنين وهن أطهر نساء العالمين يقول تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية إن كانت قد نزلت فعلا في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهن أطهر نساء العالمين فنساء المسلمين أولى أن يفعلن ما يطهر قلوبهن وقلوب من يراهن من الرجال تجنبا للفتنة من باب حبهن لدينهن ولربهن ولنبيهن صلى الله عليه وسلم ومن باب الاقتلاء بزوجات رسول الله اللواتهن أمهاتهن كما قال ربهن سبحانه وربنا جل وعلا النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فليعلم كل من يستهزئ بالنقاب ويسخر منه ويلصق به تهما وأوصافا خبيثة ويحقر من شأن المنتقبات فليعلم إنما ينسب كل ذلك عن جهاله في غالب الأحوال لأمهات المؤمنين لزوجات النبي الكريم رضي الله عنهن إذ كنا كلهن منتقبات يلبسن لباس العفة والطهارة فالنقاب يا إخواني ليس بدعة العصر بل شريعة ربانية وعبارة زكية من عهد سيد البشرية إلى جيلنا هذا من جيل الصحابة إلى جيل التابعين وتابعين بإحسان إلى من هذا بل وإلى يوم الدين وقد أكدت عليه المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة بين إيجاب واستحسان واستحباب وفرض ونفل فكيف ولام نساء وبنات في زماننا على التزامهن بالحشمة والعفاف واتباعهن لفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وآل بيته الطيبين الطاهرين عليهن جميعا رضوان الله وعلى رأسهن البضعة الطاهرة والدرة النادرة فاطمة الزهراء بنت سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألم يحرص من يرفضون النقاب في كل مناسبة على وصف أنفسه بالتحرر ولطالما ملأ الدنيا صراخة ضد كل من يدعو النساء إلى الحشمة ويعتبرونه منتهكا لحقوق المرأة ومقللا من شأنها مرددين ما قولت الإنسان حر ما لم يضر جميل فلماذا تحرم المنتقبة العفيفة إذن من هذه الحرية أما النوم يغصدون أن الإنسان حر فقط في التعرية والتعري أما الحشمة والعفاف فمحظورة عند هؤلاء لدواعي اجتماعية أو أمنية والأمن الأولي والحقيقي للمجتمع يتمثل في أن يعيش الناس بما يوافق دينهم وإيمانهم وعقيدتهم ومشاعرهم وفطرتهم ويعيشون في توافق تام بين الدين وبين القوانين هذا هو الأمن الاجتماعي والحقيقي الذي يحقق الأمان والعدل والاطمئنان فمشروع منع النقاب مشروع يخرق الأمن الاجتماعي في البلدان الإسلامية بل ويخلق الفتنة بين الناس هذه قوانين والله لا تعزز الأمن بل تخلق مزيدا من الاضطراب والصراع والتصادم وأنا أقول لا مانع أبدا من التحقق من شخصية أي فتاة أو مرأة تلبس النقاب إذا دعت الضرورة لذلك بتوظيف نساء شرطيات أو متخصصات في الكشع عن هوية من ترتدي هذا النقاب وأنا أود فقط أن أشير إلى أن الوضع الذي فرضه فيروس كورونا وتوقفت تماما حركة أهل الأرض ولا أبالغ وكلكم رأى وشاهد حتى فرضت كل الحكومات على مواطنيها ارتداء الكمامة وهي غطاء للوج في المدارس ووسائل النقل العامة والأماكن العامة بل وفرضت غرامات على المخالفين في أنحاء الدنيا فلم يكن أحد يتوقع أبدا أن تغطية الوجه الأمر الذي كان استثناءا سيصبح ضرورة على الرجال قبل النساء في ظرف صحي حرج لحماية المجتمعات من تبعات مرضية غير محمودة ومن عجب القدر أن الرئيس الفرنسي الذي حار بغطاء الوجه بكل قوة وصدر لبلاد المسلمين هذا الأمر قد ظهر مرتديا هو الآخر وهو يلبس غطاء الوجه بألوان العالم الفرنسي ليهدم بعمله قراره بمنع النقاب للمسلمات في فرنسا ويعر هذا العمل شعارات الحرية المكذوبة التي يتغنون بها ولست هنا بصدد المقارنة أبدا بين النقاب والكمامة لكنني أسأل ما الذي تغير؟ لا شيء ما تغير فعليا كان الآليات المتبعة لاستيعاب هذا التغير الطارئ في حال الكمامة والرغبة في خلق هذه الآليات كرد فعل لأمر طارئ حتى أثناء قيادة السيارة لم يمنعوا ارتداء الكمامة بينما أخذ الجانب الاجتماعي والأمني حيزا كبيرا في أدبيات حظر النقاب ومع كل ذلك أنا لا أعتقد أن أقلام الأرض تكفي للدفاع عن شريعة ربانية شريفة طاهرة عفيفة تعلي قدر المرأة ولا تهينها وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسولي فوالله لا تزداد في كل محنة شعائر الإسلام وفضائله إلا رسوخا واتساعا وارتفاعا ونورا وجلالا وبهاءا وفي هذا المقام أريد أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل مسلمة قابضة على الجمر في بلاد الغرب أو بلاد المسلمين ويثابتة لا تقبل مساومة على نقابها وحجابها وعفافها وشرفها أوجه إليها تحية تحفوها الدعوات الخالصة بالثبات والستر في الدنيا والآخرة أتضرع إلى الله جل وعلا اللهم رد كل من يعاد الطهر والعفاف والشرف والفضيلة إلى الحق والهدى ردا جميلا اللهم اقذف حب الستر والطهر والعفاف تي قلوب نساء المسلمين وبناتهم يا أرحم الراحمين اللهم حبب لهم الإسلام وكره لهم الكفة والفسوق والعصان اللهم إن لك إماء من نسائنا وبناتنا يتقربنا إليك بالثبات على نقابهن وحجابهن وطهرهن وعفتهن وحيائهن اللهم فتقبل منهن وانصرهن على كل من كاد لهن يا أرحم الراحمين اللهم أنت مولانا فأقرى عيوننا برضاك ومعيتك واحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين من كل ما يعرضنا لصخطك وغضبك يا أرحم الراحمين وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعهم